عام على اغلاق مطار صنعاء خلال هذا العام كبرت علامات الاستفهام المتسائلة عن مبررات هذه الخطوة ومعها كبرت اوجاع الناس وضاقت عزلتهم اذا كان التحالف العربي يهدف من اغلاق مطار صنعاء محاصرة الانقلابيين ومنع سفر قياداتهم فان هذا بعينه هو ما لم يحدث خلال العام فالانقلابيون يسافرون عن طريق الخطوط العمانية وطائرات المنظمات الدولية الطائرات المستثنات من الحضر الجوي مصادر اعلامية تحدثت عن ان قيادات حوثية ومن عائلة المقلوع ايضا تمكنوا من اجلاء عائلاتهم الى خارج اليمن في وقت سابق عن طريق مطار صنعاء ما يجعل مثل هذه الخطوة تبدو عدمة الفائدة للتحالف بل تضعه في حرج دولي خصوصا مع ارتفاع اصوات المنظمات الاممية والحقوقية المطالبة بفتح مطار صنعاء المجلس النرويجي للاجئين اصدر بيانا اعلن فيه وفاة الاف المرضى اليمنيين الذين لم يتمكنوا من السفر الى الخارج لتلقي العلاج خصوصا مع تدهو القطاع الصحي في الداخل مراقبون قالوا ان التحالف يمكنه ازالة الحرج الحقوقي والسياسي بالعودة الى فتح مطار صنعاء بشروط الرقابة الامنية مثل ما كان عليه الوضع سابقا عندما كان يتم تفتيش الطائرات في مطار بيش السعودي تتضاعف معاناة المرضى والمسافرين في الداخل يوما بعد يوم خصوصا مع صعوبة الوصول الى المطارات البديلة في عدن وسيئون واستمرار اقفال باقي المطارات دون تفسير واضح لذلك فاذا كنت مريضا وتريد السفر من صنعاء او محافظات اخرى الى مطار سيئون فان ذلك سيستغرق منك قرابة عشرين ساعة محفوفة بمخاطر كبيرة في الطرق يتخللها معاملة سيئة في النقاط الامنية واذا توجهت الى عدن فان المعاناة لن تختلف كثيرا في الطريق ناهيك عن الكلفة الباهظة لتذاكر طيران اليمنية الاحتكاري بالاضافة الى خضوع حجوز الطيران ومواعيدها لسوق سوداء تعمل وفق من يدفع اكثر وضع مأساوي احاط باليمنيين من الداخل والخارج جعل لسان الحالي يقول المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالناري موسيقى